امتصر الاتفاق مع جامعات آسيا الماليزية 7-5-2013 7-5-2013 اتفاق مع جامعات آسيا نعم عن طريق ممثلهم في الشرق الأوسط لكن البعض اتصل مع جامعات آسيا ونفه وجود علاقة بهذا التاريخ هذا الكلام سببه أنه اللي تواصله مع شخص غير معني وغير مطلع على التفاصيل لأنه نحن اتفاقيتنا مع ممثل جامعة آسيا العالمية في مملكة البحرية لكن الإيميل هو كان الإيميل الرسمي لجامعة آسيا هم ما سألوا أن هذه الشهادات صادرة من عندنا لو سألوا أن هذه الشهادات صادرة من عندنا كان الموظف الموجود في ماليزيا كان بحث بعمق أكثر كان توصل إلى الحقيقة أن هناك اتفاقية بين رشد وبين جامعة آسيا جامعة آسيا جامعة آسيا عملتوا اتفاق جديد صح؟ ليس اتفاق جديد توسعة سميتو توسعة وتجديد اللي هو مؤخرا صار بشهر واحد 2019 2019 طيب قبل 2019 قبل 2019 هل منحتوا شهادات من جامعة آسيا؟ طبعا سبعة وثمانية شهادة معتمدة من جامعة آسيا طيب كيف معتمدة؟ صادرة من عندهم مش معتمدة بس صادرة من عندهم على موقعكم بتقولوا أن شهادات اللي تمنحها غير معتملة من المجلس التعليم العالي التركي اليوك وأيضا من وكالة تأهيل الماليزية MQA حبيبي هذا استياد بالماء العكر هذا استياد بالماء العكر فيما يتعلق باليوك اليوك لا تعترف بأي تعليم افتراضي غير موجود عندهم هذا الكلام بس أنتم موجودين بالأراضي التركية نحن موجودين كالشركي واهتمامنا بتعليم طلابنا وبناتنا في تركيا عفوا في سوريا واستشرنا محامي هل عملنا هذا قانوني؟ قال نعم قانوني ما في إشكالي نحن لا ندعي أن شهاداتنا صادرة من وزارة التعليم العالي التركي لا ندعي هذا الكلام مين اللي بيعترف بالشهادات الصادرة حاليا عن جامعة رشد أو سابقا قبل الاتفاءية والتوسيع مع جامعة آسيا؟ الشهادات التي تصدر من ماليزيا تعترف بها كل الجهات التي تعترف بجامعة آسيا الماليزية قبل الاتفاء للتوسيع 2019؟ حتى قبل نحن من يوم ما وقعنا الاتفاقية مع ممثلهم في مملكة البحرين بتاريخ سبعة خمسي 2013 واللي بريد يتفضل عندنا حتى نوري هذه الشهاد طيب لماذا لا تنشرون بنود هذه الاتفاقية؟ لأن الاتفاقية لا 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 الاتفاقية بين طرفين ولنشرها نحتاج موافقة الطرف الآخر تواصلنا مع الطرف الآخر الطرف الآخر معناها مو موافق حتى ما نشرته أبل لا مشرته إذا موافقة جامعة آسيا وعمت بنح الشهادات موافقة على الاتفاق وبالتالي في اعتراف لا 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 ضير من نشر الاعتراف لموسح هذا الكلام مو كل الناس تنشر اتفاقياته بين الناس لكن من حق الطالب يضمن أن هذه الشهادة معترفية هذا من حقه يسأل جامعة آسيا العالمية ويسألنا ونحن نشرنا أسماء الطلاب وشهادات اللي هي صادرة شهاداتهم من جامعة آسيا العالمية لكنه أنا أنشر اتفاقيته مع الجهات الأخرى هذا يحتاج موافقة الطرف الآخر نحن مستعدين يتفضل أستاذ حسام كمحامي يتفضل أستاذ حسام كمحامي لما كاتبنا برشت هون بإسطنبول حتى نوريك الاتفاقية الموقعة بـ 7.5.2013 شرط أنك لا تنشر الاسم الطرف الثاني لأنه لم يوافق خلينا نأخذ رأي أستاذ حسام القانوني وهل يجوز أصلا منح شهادات جامعية لجهة مرخصة كشركة تجارية وليس كجامعة وغير معتمدة من قبل مجلس التعليم العالي التركي أساسا من وزارة التعليم العالي في تركيا التصريح ليس ببعيد من حوالي أربع شهور قال رئيس مجلس التعليم العالي أنه لم يتم ترخيص أي جامعة تخص السوريين في تركيا أما بالنسبة لما تفضل فيه الأستاذ ملهم الدروبة حول أن الشركة أو الجامعة التي يقال أنها جامعة افتراضية مرخصة على أنها شركة تجارية ربما تكون هي ممثل تجاري للجامعة الأساسي في ماليزيا وليس ممثل علمي لكن هي تملح شهادات بكالوريوس وإجازة جامعية وبالتالي أنا أرى من الناحي القانوني أنه لا يحق لها إصدار الشهادة باسمها يعني ربما الشهادة إذا صدرت باسمها لا يكون لها أي قيمة على المستوى الرسمي حتى قيمة الحبر المكتوب عليها أو الكرتون إنما إذا صدرت عن الجامعة الأساسية الجامعة الأسيوي الماليزي جامعة آسيا في ماليزيا فهذه تعتبر شهادية معترف بها طيب والشهادات التي تصدر باسم رشد هل تعتبر بها الحالة غير قانونية معناها؟ طبعا غير قانونية وليس لها أي قيمة على المستوى الرسمي بغض النظر عن القيمة العلمية ربما لها قيمة علمية لكن القيمة الرسمية ليس لها أي قيمة الرسمية طيب رح أرجع لك أستاذ ملهم بس خلينا نأخذ في معنا طلاب بعتقد من جامعة ترشد كبير اشتركوا في القناة